النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حد العشرين من تشرين الأول للعام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر بأطراف كتلة هوائية باردة بوضوح تسيطر على أجزاء واسعة من البحر الأسود والتركيا والقوقاز وحتى بحر قزوين كنا قد تأثرنا خلال الليالي الماضي بأطراف هذه الكتلة الهوائية الباردة ومن المتوقع أن نستمر بتأثيراتها خلال الأيام القادمة بناء على ذلك نتوقع بأن الله تعالى يكون تقصي اليوم الأحد خريفيا مسمسا معتدلا خلال ساعات النهار تنتشر بعض الصحب المتفرقة خلال ساعات مع بعض العصر وتبقى درجات الحر عند 23 درجة مئوية نهارا إلا أنها تنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية ليكون التقص بارضا بوضوح خلال ساعات الليل مع حركة رياح شرقية جافة هادئة عند 10 كم في الساعة أجواء الأثنين أيضا خريفية مشمسة مستقرة تسجل درجات الحرارة 23 درجة نهارا تصل ليلا أيضا إلى 7 درجات مئوية إلا أن الرياح تتحول إلى غربية عند 10 كم في الساعة نهار الثلاثاء يستمر التقص الخريفي المشمس المعتدل نهارا والبارد بوضوح ليلا مع درجات حرارة عند 22 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 5 درجات مئوية لتزداد بوضوح الأجواء خلال ساعات الليل مع حركة رياح غربية عند 15 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد ما توقع بإذن الله أن تدوم تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة وخاصة خلال الساعات الليل خلال نهاية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تمتد حتى الأسبوع القادم ليستمر التقص باردا ليلا معتدلا نهارا مشمسا مستقرا طيلة هذه الأيام القادمة والله أعلم هذا كان كل ما يتعلق تطورات حالة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته